اللي يزود العشرة إكسات ولا اللي يقلل من العشرة إكسات؟ يقلل من العشرة إكسات ما كنا زين ويزود الكرون يا جدعان الرياكشن اللي بيخلي اليلد قليل صح كده؟ وأني الرياكشن بيخلي اليلد قليل كونتينر في التو كونتينرز الإكوال فوليوم دول فيه بريشر أعلى ده ولا ده؟ دينا 2NH3 لو والله اشتكلكوا عايزين تعودوا لغاية الفضاء تبص وتستفيزينيش وانت عارف كويس قولنا نعملها مال لازم أفيه نسبة من السالفر يقلقك يحسسك ان انت بص عربيةك هتنفيقى بيكو طويل وبالتالي يفضل الأتموسفير يعمل سيرس من الريفليكشنز للهيت اللي جاية من الأرض اللي ماتت من الأرض ويستين جازز من إيه؟ إيه هي مصادر الميتين جاز إنه سفاست وحنا على رشتاء jeśli أتم إصبحت تشكي والله لما قلبيawi واتشوفوا الحسنة干ت اليوم واتشكوا هاتش التست ده تستنتج من الريزولقت الله اكتبها عشان تعرف انت عندك أنهي fevfikir الريزولت بتاعة التست بتاعها مينو يديني معلومة؟ سبليل يا مستر معناها يطلع امونيا جاز دكتورنسك الصوليد هيدسولف از اين صح؟ طاية قفل المايك والكاميرا وانس ورزان الناس دي كلها قفل المايك والكاميرا ليه؟ يبقى انا افهم ان 15.00 ميليليتر من السوديوم هيدروكسايد هم المعيار المناسب عشان يعمل اي انديكيتور بس خلي بالك لو قلت اسم الانديكيتور يعني انا هنا حطت الانديكيتور بتاعي على اسد الفلولفيتالين مثلا ان اللي انا حطيته نونه في الاسد كالرلس نونه هنا رد بدعته حتيبقى اورنج كده انا حاطت من البوتانسيوم هيدروكسايد ينيتراليز كل الهايدروجين فالزنك في البداية يعني الاكسوجين والووتر ما بيلمسوش الاير قلب الامة بعد هلو انا سوال البلانك بيج ده جميل او انا ندفل شكرا موسيقى